اعزائي ايضا ما ورد في الحديث النبوي في افوا الحديث النبوي والمحمد حمزة في الصفحة مئة وواحد وتسعين اعزائي في الصفحة مئة وواحد وتسعين هذا الكلام انا ما كان عندي مجلة المنار بعد هذا ينقله عن محمد رشيد رضا ولكن عن مجلة المنار مو عن تفسير المنار يقول صاحب المنار ردا على الذين وصفوا كعبا بانه من اوعية العلم هذه الاعتقاد السن العام وبالخصوص الاعتقاد ابن تيمية واعتقاد الوهابية يعتبرون مو انه كعب الاحبار ثقة بل يعتبرون ماذا امام الثقات والصدوق ولهذا يعبر عنه بانه من اوعية العلم هذا شوف محمد رشيد رضا ماذا يقول عن كعب الاحبار يقول ان ثبوت العلم الكثير افترضوا نحن نقبل ان كعب ابن احبار من اوعية العلم ولكن هذا لا يقتضي نفي الكذب عنه افترضوا عالمه لكنه عالم صادق لعالم كذاب تثبتون علمه هذا لازم اعام عالم ماذا عالم كذاب جاء لتدمير الاسلام وكان جل علمه عندهم ما يرويه عن التوراة وغيرها من كتب قومه ولا شك انه كان من اذكى علماء اليهود قبل اسلامه واقدرهم على غش المسلمين بروايته كيف فعلوا بيني وبين الله اول ما اجوا قالوا انتو تعلمون بان هذا رسولكم كم مورد وارد في توراتنا فنقلوا عشر موارد هيش بشارة اكو بيه هيش بشارة هيش تفاصيل الناسهم قالوا بيني وبين الله ذون منصفين لهم منصفين اخوة منصفين اولا بشرون برسول الله في كتبهم فبعد ان وثقوا بهم حصلوا كرسي في مسجد الرسول في المدينة فبدأوا بروايتي اللطيفة مو هذا عزيزي مو فقط قالوا بانهم ما بشارة برسول الله بشروا بالخلفاء بشروا بانه عمر شنو البشارة الوارد فيه في التوراة وكتب اهل الكتاب هذول مكون قابعين وبين الله حق والانصاف هل صادقين هذول كل الحقائق دايبينوها ثم بدأوا مولانا بهذا هذا واحدة من اهم الوسائل ولهذا يقول من اذكى الذين غشوا من غشوا المسلمين يقول ويصف كعب الاحبار ووهب بان الشر رواة هذه الاسرائيليات او اشدهم تلبيسا وخداعا للمسلمين هذان الرجلان فلا تجد خرافة دخلت في كتب التفسير والتأريخ الاسلامي في امور الخلق والتكوين والانبياء واقوامهم والفتن والساعة والاخرة الا وهي منهما مضرب المثل ولا يهولنك احد انخداع بعض الصحابة والتابعين بما بثاه وغيرهما من هذه الاخبار فان تصديق الكاذب لا يسلم من احد من البشر ولا المعصومين من الرسول هذا كلامه هنا